موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نجلس مستقيمي العمود الفقري رمض العيون زفير بعدين شهيق زفير 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 الكفين مفتوحتين الأعلى بالحضن أو على الفخذين شهيق زفير من رخ الزراعين كفين أصابع الكفين موسيقى 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 اللي فيها كل المعلومات عن النبتي محدودة بقشري صلبي محدودة بمكان وبزمان كذلك كل وعينا بشاكر القاعدة محدودة بالزمان والمكان هذا هو عالمنا المادي بمجرد انتباهنا لهذه البذري اللي هي بذرة وجودنا المادي بذرة وجودنا بجسد هذه الطاقة اللي بتبعث الحياة بالجسد المادي هي على شكل بذري بمجرد الانتباه إلها تبدأ بالتفتح وبث الطاقة طاقة الحياة لتنفتح أمامنا السبل في العالم الفيزيائي فنكون أصحاء جسدياً مكانياً زمانياً كل المسؤول عنه شاكر القاعدة اللي مركزين انتباهنا عليها الآن ناخد شهيق كمان شهيق عم نشحن أنفسنا بالنور كل خلايا الجسد عبتن شحن بالزفير ارخاء لكامل الجسد بذريت الحياة المادي في شاكر القاعدة تعطي كل هذا العالم بتعدديته وبالرغم من اتساعه لكنه ضيق محدود بالنسبة لبذور طاقات أخرى في مقامات أعلى تعبر عنها شاكرات الإنسان أو مناطقه الطاقية أعلى من مستوى شاكر الجذر فكيف إذا ما بدأت بذور الوعي في شاكرات المقامات العليا تتفتح أيضا بالوعي فعندما يتفتح الإنسان بالوعي الكوني مثلا ويتسع ليسع بقلبه المجرات يدرك أنه بتناغم مع الأكوان باتساعها ومع ذلك يدرك أن هذا العالم الموجود رغم اتساعه أيضا هناك ما يسمو عن الوجود حتى إذا موصل بطاقة نور الحياة لمقام العقل الكلي وفاضت منه الأنوار الربانية كنبع يفيض بالماء من أعلى الرأس وتحدرت غيوث الرحمات لتغسل كل المقامات فإن الإنسان يصبح في مقام يحق له فيه التناغم مع الله عندها يصبح بوعي أحدي يدرك معنى صمدانية الأحد في قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عندها يدرك أنه كائن خالد لم يولد ولن يموت فهو الباقي منذ الأزل الخالد بوعي الأبد لا يحده جسد ولا يقيده قيد أو حد من الحدود فهو الكائن الأسمى واحد أحد في الجميع فلن يدرك الله سوى الله وكل ما تبقى إسقاطات مقامات الوعي الأحدي لطبقات تتدان ليتجل الحق بذاته من كل مقام حسب سعة الإنسان وتوجهه الخاص شهيق زفير نرشع بانتباهنا لشاكرة الجذر ومندرك أنه نحن كائنات خالدي بالروح نعيش تجربة جسدية ضمن حدود الزمان والمكان بمقدار اتساع وعينا بمقدار مساحة الإيمان نستطيع عبور كل تجارب الحياة الفيزيائية بوعي فلا يبقى في ساحتنا شخص إلا ونغلف بالنور ولا يبقى حدث ولا عدو فالكل تجسدات للإرادة الإلهية عندها تنتفي إمكانية الولادة مرة أخرى في عالم الزمان والمكان عندها يتحرر الإنسان يتحرر من قيوده الفكرية وارتباطاته العاطفية ونتائج أعماله الكارمية في عيش في عالم لطيف عناصره لطيفة وحدوده أوسع وأسمى من مجرد حدود الزمان والمكان شهيق زفير منحس أكثر بوجودنا المادي منحس بالجسم المادي نشعر بالامتنان لهذه الهدية الربانية اللي هي الجسم المادي اللي هي عبارة عن آلة مناسبة جدا للعيش في عالم زماني مكاني فنحن كائنات روحية نعيش من خلال الجسد بحواس مادية لنفهم لغة هذا العالم وعينا خالد بالروح وواجب علينا أن نسعى بانضباط وسلوك مستقيم في عالم قدر علينا بعد أن قدرناه من خلال اختياراتنا على أنفسنا كمان ناخد شهيق حدك أصابع الكافين شهيق من جديد اللي بحبي فتح العيون شي بسيط بيقدر واللي بيقدر يبقى متابع إذا أحب دقائق باستلقاء فليا كون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة